أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال ما ترك من شيء يقربنا إلى ربنا إلا ودلنا عليه وما ترك من شيء يقربنا من النار ويبعدنا عن الله إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة نود أن نتكلم عن أمر هام وخطير يمسنا جميعا لأن هذه المشكلة تقع في حياتنا اليومية نسأل الله منها السلامة والعافية وأن يعافي منها جميع المسلمين وأن يعف ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا إنه على كل شيء قدير نتكلم اليوم عن أثار الغيبة التي تدمر الفرض وتدمر المجتمع هذه المشكلة التي حذرنا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشكلة الغيبة كثير من الناس قد يكون متدينا قد يكون متمسكا مصليا صائما فاعلا للخيرات طاركا للمنكرات في ظاهر الأمر ويقع ويتورط في الغيبة وفي لحون أكل البشر وهو لا يدري ويظن أنه يحسن صنعا ما هذه المشكلة؟ المشكلة خطيرة لابد أن يعيها كل مسلم وأن يعلم كيف يقي لسانه لأن هذا اللسان هو الذي يريد صاحبه الموارد المهالك كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ لما سأله وهل نسأل يا رسول الله عما تتكلم به ألسنتنا فقال ثاكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا من حصائب ألسنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير ذلنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الغيبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك من خلفه بما يكره أن تذكر مسلم أن تذكر إنسان أي إنسان من خلفه بما يكره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك من خلفه بما يكره فقال رجل في حديث أبي هريرة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول أفأكون قد اغتبت؟ يعني أنا أقول فلان كذاب وهو كذاب أقول فلان جبان وهو جبان أقول فلان خائن وهو خائن أقول فلان قصير على سبيل النقص وهو قصير أقول فلان ضعيف أن تقص من شأنه وهو ضعيف إذن أنا لا أكذب عليه أرأيت إن كان في أخي ما أقول أفأكون قد اغتبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت يعني إن كان فيه هذه الصفات التي وصفتها به فهذه هي الغيبة وإن افتريت عليه شيئاً آخر فقد بهت فهذا بهتان يعني جمعت مع الغيبة البهتان وهو الكذب فهذا أمر آخر نتكلم عنه في حينه ولكن الغيبة أن تكون في الإنسان الصفة التي تذكره بها أنت لا تكذب أنت لا تتكلم إلا بالحق ولا تقول إلا الصدق ومع ذلك تتورط في إثم كبير ذلنا عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بيانه تقول الحقيقة أنت لا تكذب أنت لا تكذب أنت تصف بما رأيت أنت تقول ما سمعت أنت تصف بما شهد أنت تصفه بما فيه فهذه هي الغيبة لأنك تكلمت إذا ما تكلمت عنه بما لا يحب في غيابة فهذه هي الغيبة لأنك لو كنت وحقيقي لو واجهته يعني أنت لو كنت لا تريد الغيبة لو واجهته ولكن لما قلت ما قلت في غيابة فسميت غيبة وفرت ضيعت حسناتك وأهديت حسناتك إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه الزنا اثناني وسبعون بابا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الربا الربا اثناني وسبعون بابا اثنين وسبعين طريقة اثنين وسبعين مدخل اثنين وسبعين اسم بعضها أكبر من بعض اثنين وسبعين دركة بعضها أسفل من بعض دركات في السفل في النار الحاصل أن الربى 72 باباً أي طريقاً أو مدخلاً أو حيلةً يحتال بها الناس من أجل أن يتعاملون بالربى فالربى 72 باباً أدنىها يعني أقل باب أقل درجة أقل إثم من آثام هذه الربى أقل ذنب في هذه الدركات أقل إثم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أدنىها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمة نسأل الله العافية أعلى درجة من درجات الزنا أو زنا المحارب وإذا كان الزنا مع الأم فلا شيء دونه نسأل الله العافية أن يزني الرجل بأمة أقل درجة أقل درجة من درجات الربى تساوي أعلى درجة من درجات الزنا وهو زنا المحارب أن يزني الرجل بأمة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الربى 72 باباً أدنىها أي أقل درجة من هذه الدرجات التي هي 72 اتيان مثل أن ينكح الرجل أمة في الإسلام وإن أربى الربى إذا كانت أقل درجة من درجات الربى تساوي أعلى درجة من درجات الزنا وهو أن يزني الرجل بأمة فما تقول في أعلى درجة من درجات الربى التي بلغ عددها 72 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربى استطالة الرجل في عرض أخيه يعني أن يبالغ الرجل في عرض أخيه فهذه أعلى درجة من درجات الربى التي هي 72 باباً كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير خطير جداً أن يغتاب المسلم أخاه هذا أمر عظيم وذنب كبير يضيع به المرء حسناته يفقد أقول لك المرء معه جواله لو أتتك رسالة تم خصف من حسابك في البنك 500 جنيه يحزن لصالح الفقراء يحزن لأنه فرط في ماله لأنه ضاع منه جزء من ماله فكيف بمن يفرط في حسناته كيف بمن يفرط في عمره أنت عندما تغتاب أنت تفرط في رصيدك من الحسنات وهذه الحسنات التي تقربك من الجنة وتبعدك من النار إذن أنت عندما تغتاب تفرط في حسناتك فتقترب من النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله المفلس من لا دينار ورا له ولا متاع ظن الصحابة أن المسألة مسألة إفلاس أمر مادي بالدنار والدرهم فقالوا المفلس من لا دينار له ولا متاع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذلك المفلس من أمتي من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بصلاة إذن كان يصلي بصلاة وبصيام وبزكاة المفلس يصلي مفلس يزكي مفلس يصوب وأأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا شتم هذا سفك دم هذا فعل 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 فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله العافية انظر والله من تأمل في هذا الحديث علم أن الأمر خطير وأن هذا اللسان كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ربما يتكلم المرء كلمة واحدة تكون سبب في دخوله النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْعَبْدَى لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَيُلْقِي لَهَا بَالَى تَهْوِي بِهِ فِي النَّارِ أَبْعَدْ مِنَّا بَيْنَا بَيْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وفي رواية سبعين خريفة وفي رواية تهوي به كما بين المشرق والمغرب كلمة واحدة يتكلم بها المرء هذه الكلمة قد تغتاب بها إنسان فلذلك يأتي المسلم يوم القيامة بصيام يأتي بصلاة يأتي بزكاة ولكن ضرب هذا شتم هذا بلسانه اغتاب هذا بلسانه سب هذا بلسانه قذف هذا بلسانه سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا ما قد استنفزوه يعني أخذوا كل ما يملك من حسنات طرحوا سيئاتهم عليه ثم طرح هو في النار بسبب كلمة تخرج من فمه ليلقي له بالا ربما تكون هذه الكلمة يضحك بها جلساء وهي من صخط الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله ليضحك بها جلساء تهوي به في النار كما بين السماء والأرض وفي المقابل الكلمة الطيبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة الطيبة لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه كلمة طيبة كلمة واحدة هذه الكلمة قد تأمر بها بمعروف هذه الكلمة قد تجد إنسانا يغتاب إنسانا فتقول له اتق الله لا تأكل لحمة أخيك كلمة قلتها نهيته عن ذنب هو يغتاب يقع في عرض أخيك قلت له اتق الله لا تقع في عرض أخيك اتق الله لا تأكل لحمة أخيك اتق الله لا تغتاب اتق الله لا تقول فيه ما هو فيه وهو يكرهه هذه الكلمة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم أن يلقاه بسبب كلمة واحدة ترضي بها ربك إذن الغيبة أمرها خطير جدا وخاصة عند النساء ولا يخلو منها اليوم إلا من نرحل تخيل المجتمع المجتمع الذي نحي فيه لو خلا من هذا الخلق الذميم هذا الخلق المزموم خلق الغيبة الخلق المزموم لو تخلينا عن الغيبة فأصبح الأخ لا يغتاب أخا الجار لا يغتاب جار الزميل في العمل لا يغتاب زميله الصديق لا يغتاب صديقه الموظف لا يغتاب مديره فتخلو الحياة من الغيبة لا أحد يذكر أحد في غيابه بسوء على الإطلاق وأنت تقول أنا لا أقول كذب أنا أقول ما فيه هذه هي الغيبة أنت تقول الحق أنت تقول الصد تصفه بما فيه إن أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه غارت يوما من صفية والنبي يمدح في صفية فقالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا هي الروي يقول ما صنعته عائشة هي لم تقل كذا وكذا وإنما هي أشارت بيدها إن عائشة أم المؤمنين أمنا ما تكلمت في شأن صفية بكلام يعيبها وإنما أشارت بإشارة هي لم تتكلم تقول حسبك منها كذا وكذا الروي يقول كذا وكذا يبيم يفسر يترجم إشارة أمنا عائشة رضوان الله عليه حسبك كذا وكذا أشارت بيدها أنها قصيرة ماذا فعل النبي غضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت شعره كانت في مقدمة شعر النبي وانتفخ عرق كان يضره الغضب في وجه النبي دلالة على غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم للطاهرة التي طهرها الله من فوق المبرأة التي برأها الله من فوق سبع سماوات أمنا عائشة رضوان الله عليه قال لها يا عائشة وهو غضبان لقد قلت كلمة كلمة لو مزجت بماء البحر يعني لو خلطت هذه الكلمة لو خرجت منك فوضعت في الماء البحر الذي لا يعلم منتهاه إلا الله هذه الكلمة لو مزجت لو وضعت في ماء البحر لمزجت يعني لغيرت غيرت طعم ولونه ورائحته وما قالت إلا كلمة واحدة أو إن شئت الصواب قل إشارة واحدة لذلك تقول عائشة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا يعني قلت إنسانا أو أشرت بيدي إشارة على إنسان مدام هذا الأمر المرء لا يحضره ومدام لم يشهده ومدام يقرأ أن يقال أو أن يشار عنه بهذه الإشارة فهذا حرمه ديننا العفير وهذا نهى عنه نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرضى من عائشة أن تقول ذلك حتى وإن كانت صفية قصيرة فمدام صفية لا ترضى من أختها أم عائشة أن تقول فيها أمام النبي أنها قصيرة عذها النبي صلى الله عليه وسلم غيبة في حق عائشة ثم يأتي من أبوها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وعمر ابن الخطاب أفضل أمة النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه الذي لوزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في كفة لو وضع إيمان أمة النبي كلها في كفة وإيمان أبو بكر الصديق في الكفة المقابلة لرجحت كفت فقلت كفة إيمان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فأفضل الأمة بعد النبي بلا منازع الصديق أبو بكر رضوان الله عليه يليه في الفضل عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب كان في سفر وكان معهما خادم والخادم من شأنه أن يقوم على شأن سيده يخدمه ينام بعد أن ينام ويستيقظ قبل أن يستيقظ هذا شأن الخادم ينام بعد أن يطمئن أن سيده لا يريد شيء ويستيقظ مبكرا لربما سيده يريد شيء فنام الخادم واستيقظ أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما ولم يستيقظ الغلام فنظر أحدهما لا يدر الراوي من تكلم قالها أبو بكر أو قالها عمر نظر أحدهما إلى الآخر وقال انظر إلى هذا والله إن لنومه ليوائم بيته يعني ما هذا بنوم خادم خرج في سفر من أجل أن يخدم سيده هذا رجل ينام وكأمنه ينام في بيته ولا يقوم على شأن سيده ثم بعد ذلك بعدما قال أحدهم هذه الكلمة ما قال شيء هذا نوم رجل في بيته لا في سفر بس هذه الكلمة ما قال غيرها ولكن كان لما زال الغلام نائم لم يحضر ولم يسمع هذه الكلمة من أبو بكر أو من سيدنا عمر رضوان الله عليهما ثم أيقظا استيقظ الغلام أما أيقظوا لما استيقظوا الغلام ألولو عد لهم إدام ثم أرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألولو رحبا إن دهل مين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يأتي إلى أبي بكر وإلى عمر من أجل أن يستأذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ارجع إليهما ارجع له وقل لهما قد اتدمتما يعني أكلتما لحمة ومرقة ارجع إليهما فقل لهما قد اتدمتما فعاد الغلام إلى أبو بكر والصديق فقال لهم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتدمتما فقام فذعا أبو بكر الصديق صاحب المقولة المشهورة مادام قال فقد صدق من اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم مادام قال فقد صدق هو صاحب هذه المقولة المشهورة في أمر الإسراء والمعراج فلما أرسل النبي إليهما يقول لكم رسول الله قد اتدمتما فقام فقام فذعا لابد في الأمر حيلة ففذعا إلى النبي أسرعا إلى النبي فقال يا رسول الله أرسلنا إليك فأرسلت إلينا أنا قد اتدمنا ووالله يا رسول الله ما اتدمنا يعني والله ما أكلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اتدمتما أكدها صلى الله عليه وسلم بل اتدمتما قال ما اتدمنا يا رسول الله قال قد اتدمتما بلحم أخيكما كلتم لحم أخيكم والذي نفسي بيده يقسم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرى لحمته بين أسنان خضرة لحمه بين أسنانكما والذي نفسي بيده إني لأرى خضرة لحمه بين أسنانكما أقسم صلى الله عليه وسلم ثم أتت المعضلة قال يا رسول الله استغفر لنا خلاص أقر عرفوا إيه السبب هم قالوا عن الغلام ده نايم واحد نايم في بيته ما هذا نوم يوائم بيته عرفوا المشكلة قالوا يا رسول الله استغفر لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو بل هو فأمراه فليستغفر لكم لو استغفرت لكم إلى يوم الدين لن أنفعكما بشيء بل هو فأمراه فليستغفر لكم ناخد الاتصال أستاذ عمر أمري في يوم أيوة ففضل أيوة أستاذ عمر ففضل معك بأي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يبركاته أستاذ عمر أستاذكي الله يبارك في حضرتك أستاذ عمر أيوة أستاذ عمر ففضل سمعني يا مولانا ممكن توطي التلفزيون لحضرتك أستاذ عمر بالنسبة مولانا للغيبة للغيبة والنميمة بحق الجار بالنسبة أستاذ عمر أستاذ عمر ماشي يا أستاذ عمر وطي التلفزيون لكي أسمعك تمام الغيبة والنميمة في حق الجار كامل تمام بالنسبة أنا ما فيش خصام بيني وبين جاري تمام بس أنا بس أنا بالنسبة لي بعد عنهم قالت ما فيش اقتلاط هل دي حرام ولا لا بعد عنهم ما بتكلمهمش آه يعني هم بحالهم واني بحالي بس أنا خيس أكون في حرام فيه سلام يعني تلقي عليه السلام هو يلقي عليك السلام تمام بس ما فيش اقتلاط بيننا حبيبي أنت تلقي عليه السلام وهو يلقي عليك السلام آه عشان ما يكونش فيه خصام تمام إذا كنت أنت تجتنبه لأمر سوء أو لأزى بيصلك منه لا تخاصمه أكثر من ثلاثة أيام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة وهذا الجار له عليك حق الجوار وحق الإسلام عليه وإن كان غير مسلم فله عليك حق الجوار إن كان مسلم له حقيه لو كان غير مسلم فله عليك حق الجوار إن إمت تحسن إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاك به خيرا حتى ولو كان غير مسلم فلو كنت لا تلقي عليه السلام أنت وهو تأسم تلقي عليه السلام وتجتنبه بعد ذلك لأمور لأزى يصل إليه منك فهذا لا شيء فيه نعود معاناة صلصة حماداً بورسعيد فاضلت الشيخ فاضل حبيبي حكم الدين في الناس اللي بتأخذ في الناس يعني في ظهرها وبتتكلم عليها وبتجيب في سيريتها بكلام وحش وكذا ما هو ده يا حبيبنا اللي إحنا بنتكلم فيه أجاوبك حاضر يعني كل الحلقة أتليني بأجاوبك على سؤالك حاضر حبيبي أتكلم حاضرتك نعود لحديثنا بنقول الحقوق النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر وعمر قالوا له يا رسول الله استغفر لنا قال لا بل هو فأمراه فليستغفر لكما والذي نفسي بيده لن أنفعكما بشيء ولو استغفرت لكما إلى يوم الدين هو اللي يستغفر ليه؟ لأن ده حق من حقوق العباب الحقوق ثلاثة حق لله حق لله حق لله هذا لله دي حاجة لله يعني أنت أخطأت أذنبت في حق مين؟ في حق الله هذا يغفره الله بينك وبين الله أنت أتب بذنب الزنب ده مبينك ومبين ربنا لا يتعلق بشرك ولا يتعلق بحقوق العباد هذا الذنب بينك وبين الله فالله يغفره على رجاء الغفران وهناك ذنب يتعلق بالشرك أنت أشركت بالله هذا ذنب لا يغفره الله هناك ذنب بينك وبين العباد يبقى اللي بينك وبين ربك الله يغفره على رجاء الغفران أما ما بينك وبين العباد فهذا حق للعبد والعبد دائماً وأبداً شحيح يوم القيامة تقول له سمعني وإديني أنا مش هسمحك هسمحك ليه؟ أنت اغتبتني هات حسناتك معاً ده خلصت الحسنات خد سيئاتي هذا حق من حقوق العباد الله عز وجل لا يغفره في ذنبين الله لا يغفرهم الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك الشرك بالله الله لا يغفره حقوق العباد هذه حقوق تتعلق بالعب الله لا يغفرها وأما ما بينك وبين ربك فهو على رجاء الغفرات يبقى ربك بيتنزل عن حقه ولكن العبد اللي هو زي زيك أنا وانت زي بعض كل إنسان بيكون حريص على نفسه انت لما بتغتاب انت بتعمل ايه بتفرط في حسناتك لذلك الحسن البصر بيقول لك لو كنت مغتاباً أحد لو أنا اغتاب حد لاغتبت أبوي من أحق بحسناتي لو هتنازل عن حسناتي من أحق لو كنت مغتاباً أحد لاغتبت أبوي والدي هما أحق بحسناتي لو هغتاب لكن حتى يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه حتى أبوه أمه يوم أبيه وأمه يوم القيامة يفر منهما ولكن في الدنيا لو أنا هستغنى عن حسنة ولا أحد يستغنى عن حسناته ولكن بجهل بجهل منه كل إنسان إلا من رحم ربك يتورط في أمر الرقوع في أعراض المسلمين بل ربما تجد من يتتبع عورات الناس كثير من الخلق لا يبادل يتكلم لا تحلو المجالس لا تحلو المجالس اليوم إلا من رحم الله من غيبة من نميمة وأنا أتكلم عن الغيبة فقط والنميمة لها حلقة أخرى أنا أتكلم عن الغيبة لا يخلو مجلس إلا من رحم الله إلا من رحم الله من الغيبة وقوع في أعراض المسلمين أنت تأكل لحم أخيك أخيك أنت تأكل لحم أخيك كما أخبر الله جل قدرته معنا اتصال هاتفي أم رحمة سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارات الله فيك يا شيخ نورت قلوبنا ربنا نور قلوبكم أمور الإيمان يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب لا أقول لك يا شيخ تبدو لك الاستثار من الرغبة والنمامة لكن يا شيخ لا أريد أن أذهب بالشخص أقول لك أنا أختبتك وأبو أن أمت عليك إديك يا مشكلة لا أريد كلام تاني ما اسمتش حضرتك كويس عاوزة استغفر وعاتوب يا شيخ إزاي؟ عاوزة إيه؟ تتوب وتستغفر إيه؟ يعني الاستغفار من الرغبة والنمامة يا شيخ حاضر يا أمي يعني ما روحش للشخص اللي اتتبت وقلت له أنا اتتبتك دي أنا هقولها لحضرتك والله لا سواء قلتها لازم أن أختم بها كلامي مش هنسيبي الموضوع المفتوح يعني مش هنوعدي خوف في الناس في الأخر من لا هقولها هجاوب حضرتك في سنايا الكلام دلوقتي هتلاقي في الإجابة إن شاء الله بأمر الله شكراً أعوزة نعود لحديثنا مرة أخرى ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُوا أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا بالله عليك لو ذهبت عند إنسان وقدم إليك لحم بشري قال له خد كل هذا لحم بشري أي نفس أي نفس بشرية تطيق أن تأكل لحم البشر لا أحد هذا ينكر على الإطلاق فكيف بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ لا أحد يطيق أن يأكل لحم أخيه وهو ميت إذا كنت كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا إذا كنت كما قال الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه إذا كنتم تكرهون أن تأكلوا لحوم البشر وهم أموات فأولى بكم ألا تأكلوا لحومهم وهم أحياء أنت تأكل لحم أخيه وهو حي الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه ماعز رضوان الله عليه واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرده الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد إليه في الثانية فرده النبي فعاد إليه في الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستره يقول له لعلك أفخزت لعلك قبلت لعلك وما عز رضوان الله عليه يقول بل زنيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف وصر على الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إياه بأن يرجم طهر وهو يقول طهر يا رسول الله فطهره النبي لأنه كان محصنا متزوجا فرجم رضوان الله عليه وتاب توبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو وزعت على سبعين من أهل مدينة النبي لواسعتهم لو تابها صاحب مكس لواسعته كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ماعز رضوان الله عليه لما رجم وهو يلقى بالحجارة فكان يتألم هذه نفس وروح طيب معنا أم عمر اتصال هاتفي نخدم بعمر ونعود لحجيث معز علو سلام عليكم عليكم السلامة الله يبركاته إزاي حضرتك يا شيخ؟ الله يبرك ساعتك ربنا يبرك في عمرك يا ربك إن شاء الله معلش سمحني حضرتك أنا هسأل سؤالي بعيد شوي عن الحلقة بس هو ممكن يكون سبب من أسباب الخصام يعني أنا بنت وولي أخته وكان لينا حق في الميروس وكده وبعد وفات والدي فأمنا بتكبرنا إن إحنا نسيب جزء من نصبنا في الميروس قهراً يا إما ما نعرفهاش وما نكلمهاش وما نروحهاش وبأن حوالي خمس شهور بنحاول إن إحنا نتصل بيها هي رفض إن هي ترد علينا أو حتى تستقبلنا الوالدة والدتك أوه الوالدة بترصبكم إن إنتوا تسيبوا جزء من الميروس بتسيبوه لمين؟ ليها ليها هي؟ أوه مع العلم إنها يعني طيب أسأل سؤال هل حضرتك الوالد متوفي؟ آه متوفي آه يعني الميروس ده من الوالد آه من الوالد والوالدة والوالدة طلب جزء من الميروس اللي إنتوا أخذتوه عن والدكم تمام بالعافية قهراً يعني يا إما تقطعنا وما نكلمهاش وهي بالفعل لما قطعنا بقالها خمس شهور ويا إما نسيب بتاعنا ده بالإقراه يا إما خلاص نعتبر إن إحنا طيب والدة حضرتك والدة حضرتك آآ الحالة المادية إيه؟ آآ ميسرة هي ما شاء الله لها معاش وليها إيجار بتاخده من البيت طيب هي عوزة الجزء من الميروس تاخده ليه؟ آآ يعني زيادة رفاهية في الحياة مثلاً يعني طيب هجاوب حضرتك نسيبها يعني فلوس في البنك يا وقت ده وليها نصيب في إيجار البيت يعني ولها معاش فهي ميسرة إن شاء الله طيب مش يمكن تكون والدتك بالطالب هي شايفة إنها لها حق في المال ده؟ طيب يعني هي شايفة إن هي ساعدت والدي بالمجهود في بنى البيت وكده فهي أحق بي مني ناني طيب إنتو الحالة المادية أنا أجاوب حضرتك حاضر حاضر أجاوب حضرتك تفضلي الأخت السائلة السؤال ده بالذات يعني مش هنقول فيه الولدة آسمة أو مش آسمة إنها طلبت أو ما طلبتش وأقول له بقصة حوال قصة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه سلام شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أباه أنه يأخذ ماله ويضموه فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال له يبا ابنك شكاك إلي أنك تأخذ ماله وتقهره أنت بتأخذ ماله غصبا عنه قهرة فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حزين وهو حزين يا رسول الله سلهوا هل أأخذ هذا المال إلا من أجل أن أنفقه على نفسي أو على أحد أخواتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يبا قال له طيب حدثني عن أمر حدثت به نفسك ولم تنطق به شفتك في حاجة ضارت في نفسك دلوقتي أنت ما تكلمتش بيها لسانك لم يتكلم بيها ولكن حاجة ضارت في نفسك دلوقتي فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما زال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله والله هذا قد ضار في نفسي وما نطقت به شفتك قال له ماذا قلت قال قلت غذوتك مولودا وعلتك يافعا تهل بما أجني وأمهل حتى إذا بلغت الغاية والسن التي غايت ما كنت فيك أؤمل جعلت جذائي غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل فياليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلتك ما يفعل الجار المجاور يفعل عندها أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالولد وجبزه وقال له أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك نقول رسالة للأخت السائلة أنت ومالك لأمك أنت ومالك لأمك ما دام عندك سعة فكوني بارة بأمك ولا تقاطعها ونقول للأم اتق الله في أبنائك نقول للأم اتق الله في أبنائك ولا تحمليهم ما لا يطيقون ما تحمليش أولادك ما لا طاقة لهم به خذي ما يكفيك ولا تزيد الأولاد ربما كان عند البنت تريد أن تتزوج من تزوجت كان عندها أبناء تريد أن تنفق عليهم فنقول للأم اتق الله في أبنائك وخذي ما يكفيك ونقول للأبناء أنت ومالك لأبيك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ونعود إلى حلقتنا نصلى على محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم سيدنا ماعز رضوان الله عليه قال رجل لما كان سيدنا ماعز تقع عليه الحجارة فكان يريد أن يأتي يمينا يسارا يفادي حجارة مرة ألم سكرات موت يعاني من سكرات الموت وجاء واعترف ويريد أن يطهره النبي فالنبي يطهره بالرجم فقال رجل لأخيه واحد قال لصحبه لمن كان بجواره انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم يعتن أن فضح نفسه بين يدي النبي فرجمك ما يرجم الكلب واحد قالها واحد اللي تكلم الثاني سمع انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم يعتن يعني مهدي أن جاء ففضح نفسه بين يدي النبي فرجمك ما يرجم الكلب سمعها النبي صلى الله عليه وسلم سكت دفن ماعز وهم عائدون مروا على جيفة منتنة عزكم الله جيفة حيوان قد مات وانتفخت بطنه وارتفعت أقدامه شائلة برجليها إلى السماء جيفة منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان وفلان قال ها نحن ذاك يا رسول الله فقال انزل فكل من هذه الجيفة فقال رحمك الله يا رسول الله من يطيق من يطيق يا رسول الله أن يأكل من هذه الجيفة المنتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للذي أكلت ماه من لحم أخيكما أكبر عند الله من أكلكما من هذه الجيفة المنتنة والذي نفسي بيده للذي نلت ماه للذي أكلت ماه من لحم أخيكما أكبر عند الله من أكلكما هذه الجيفة المنتنة والذي نفسي بيده إني لأراه الآن يغتسل في أنهار الجنة ماعز يغتسل الآن في أنهار الجنة أما هو فقد مر وختم له بخير وأما أنتما فعلى أي شيء يختم الله لكما ومن أين يأتي ماعز حتى يتنازل عن حقه لمن اغتابه وقد مات من يسامحهما لذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم والجيفة حرام حرمها الله لا يأكل ومع ذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن يأكله ولكن من أجل أن يعلمهما أنه لا يجوز لأحد أن يغتاب أحد فالذي يغتاب حرام يتكلم حرام والذي يستمع للغيبة هو وذاك مشتركين في الإسم سواء بسواء لا فارق بين هذا وذاك الذي يتكلم والذي يسمع إذا لم يأمره ولم ينهاه عن المنكر فهو والمتكلم سواء بسواء كذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر وبين عمر تكلم أحدهما ولكن أعدهما الاثنين مشتركين في الزم وكذلك من تكلم في أمر معاد جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم مشتركين في الزم وأقول لك حديث تهتز له النفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه بأذنك وعيه بقلبك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته أنت تتكلم عن أخيك فتتبع عورته إذا تتبعت عورته تتبع الله عورتك وإذا تتبع الله عورتك فضحك ولو في جوف بيتك فنقول اتقوا الله في ألسنتكم لا تغتابوا أحدا على الإطلاق فالغيبة حرام لا تذكر إنسانا بسوء على الإطلاق مدام لم يكن حاضرا في مجلسك فأنت تأكل لحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما وقع في أخيه تكلم عن أخيه في محضر النبي قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم تخلل يعني سلك أسنانك تخلل فقال مما أتخلل يا رسول الله قال تخلل من لحم أخيك لأنه أكل لحم أخيه نسأل الله جل قدرته وقد وصلنا إلى نهاية الحلقة أن يطهر ألسلتنا من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة وأن يطهر جوارحنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونلقاكم على خير وإلى لقاء آخر